بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهم يقسمون رحمة ربك الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من ركائز الإيمان ومن مستلزماته ومقتضياته ولكن إذا انهارت هذه الركيزة في قلب الإنسان ستنهار معه القيم سينهار معه كيانه المعنوي وتفسد الحياة وتفقد سرها وتفقد لذتها مشكلة اليوم والله السلامة والعافية الحسد هو أول ذنب عصي به رب العالمين إبليس كان حاسدا لآدم الحسد خلق ذميم سلوك ذميم يصدر من الإنسان فيفسد العلاقات ويمزقها ويفقد الحياة سرها الحسد هو من صفات كفار اليهود والنصارى لقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق الحسد سبب يؤدي إلى وقوع الجريمة وأول جريمة وقعت فوق الأرض جريمة قتل قابل لهابيل بسبب الحسد واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مباشرة النتيجة قال لأقتل منك سبحان الله شوف هذا الترتيب العجيب الحسد دفع بقابل إلى أن يقرر وقد فعل قتل أخيه بعد هذه التوطئة في هذه الآية المباركة قال ربنا جل جلاله وشيق القبيل قال لأقتلنك مباشرة لم يجد حلا آخر إلا الجريمة قال لأقتلنك إذن بهذا هذا التمهيد أقول التعريف تعريف الحسد هو تماني زوال النعمة يعني إنسان يشوف إنسان منعم عليه عنده أموال عنده جاه عنده مركز اجتماعي معين عنده نعمة من النعم فيأتي الحاسد بسبب هذا المرض الذي يملأ قلبه فيتمنى زوال النعمة ما يتمنىش باش يكون عنده نعمة كما هذه كانت ترطب الغبطة وهذه جائزة شرعا يعني فيه المحمود والمذموم نعم المحمود والغبطة ولكن المذموم الحسد كله مذموم هو من أمراض القلوب الخطيرة أنواع الحسد كثيرة النوع الأول زوال النعمة يعني الحاسد يتمنى زوال نعمة فلان النوع الثاني ولو لم يتمنىه هو لنفسه المهم تزول تزول عنه والسلام النوع الثاني يتمنى حلول النقمة يعني تروح النعمة وتزيد تحل على المحسود أو المنعم عليه النقمة ونوع آخر يتمنى زوال النعمة مع المنعم عليه يقول ما حبش جاء يشوفه في الحياة زوال المنعم عليه والنعمة يروح كامل يقول هذا كالإنسان إذا كان عنده صحته يتمنى تروح له صحته ما يتمنى يموت كامل إذا كان عنده سيارات ولا عمارات ولا عنده أموال المهم يتمنى زوال النعم وكذلك المنعم عليهم وهذا في الحقيقة أخطر أنواع الحسد السباب الحسد كثيرة أذكر بعضها سبب الأول هو البغض واحد كي بغض آخر ولا حول قوة الله بالله أيضا يتمنى يعني يحسده وطبعا قد يكون هذا البغضاء بسبب الحسد والمحسد عليه أحيانا يعني كان بغضاء بينهم ولكن هذه الحسد يتمنى زوال نعم المحسود عليه أو المحسود والسبب الثاني هو ظهور النعمة على المحسود يشوف نعمة ظهرة فيه فيتمنى زوالها والسبب الثالث هو حب الدنيا والسبب الرابع والكبر والترفع هذه أهم الأسباب أما بنسبة الآثار وهي كثيرة جدا منها تمزق العلاقات منها قطع الأرحام منها ذهاب الحسنات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب وكذلك وقوع الشرور وقوع الجرائم وقد ذكرنا قبل حين جريمة أو الجريمة وقعت فوق الأرض قتل قابل لهبيل وربنا قال في القرآن الكريم من شر حاسد إذا حسد يعني هذا كلام ربي العزة ومن شر حاسد إذا حسد وكذلك ما وقع ليوسف أيضا حسدا إخوته وحسدوه وفعلوا فيه ما فعلوا كما يعلموا الناس وكذلك كره الناس الحاسد هذه أيضا من أضرار ومن نظار ومن فاسد الحسد ولو الناس يكرهون ذلك الحاسد وكذلك من أضرار ومفاسد الحسد افتراء الحاسد على المحسود يعني يفطري عليه ويقول عليه كلام غير صحيح وغير وليس له أساس من الصحة النقطة الأخرى حكم رابعا أو خامسا حكم هذا الحسد شرعا حكمه والحرمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرور فينهان عنها ونهان عنها لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحيو المسلمين أن يهجر أخه فوق ثلاث الحديث صحيح رأوا الإمام مسلم أخيرا العلاج العلاج يكمل في جملة أمور الأمر الأول هو حسن التوكل على الله الأمر الثاني التوبة من هذه المعصية الأمر الثالث القناعة كما قال الإمام الشافعي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت وملك الدنيا سوا من أراد غينا فالقناعة تكفيه القناعة تملأ قلب الإنسان بالرضى ويرضى بما قسم الله عز وجل له يرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وكذلك الدعاء ذلك من الأدعي المأثور عن نبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة يعني أحاديث كثيرة وأدعي كثيرة عن نبي صلى الله عليه وسلم أدعية الصباح أدعية المساء أدعية الخروج من البيت أدعية لبس الجديد أدعية شراء السيارة أو الدابة أدعية بناء العمران أدعية كثيرة لابد أن نلتزيمها وهي تدفع عنا شرور الحاسدين ثم الاستعانة بالله الاستعانة بالله عز وجل كما قال القرآن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد